أوضح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه اقترح على الرئيس السيسي الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وأكد الرئيس البرازيلي سعي بلاده إلى إقامة علاقات تبادل انتجاري متوازنة مع مصر لافتاً إلى اعتماد البرازيل على دعم مصري لأعادة حوكمة النظام الدولية البرازيل ملتزم ويعول على الدعم المصري لكي نقوم بتحقيق التغييرات الضرورية في مسألة الحوكمة الدولية يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يدرج بلدان أخرى ليحقق تمثيل في إفريقيا في جنوب أمريكا الجنوبية أن تكون هناك جيوسياسية جديدة في مجلس الأمن يجب أن نقضي على حق الفيتو المستخدم من العدة بلدان ويجب على أعضاء الأمم المتحدة أن يدفعوا على السلم وليس تشجيع الحر